طيب حين بقى مربط الفرس تركة الحلقة ازاي اميز العلف النامي والعلف الناهي وهو ده الاهم لان ده اللي استهلاكه بيكون اكتر والتمييز بيكون صعب السلام عليكم وربين الدواجن في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم ازاي نعرف نميز ازا كان العلف اللي احنا شغالين بيا علف جيد ولا غير جيد قبل ما نعمل الحركة دي لازم تاخد بالك فيه 3-4 نقط تحطهم في دماغك علشان ما تظلمش العلف وترجع انت اللي تكون خسران اول نقطة وزن الكاتكوت اللي انت هتجيبه لازم توزن الكاتكوت لان الكاتكوت عمر يوم لو وزنه مثلا 36-37 جرام غير لما يكون وزنه 44 جرام هيفرق معاك في سحب العلف اليومي هيفرق معاك في الوزن عمر اسبوع و14 يوم و21 يوم النقطة دي لو ما حطتهاش في دماغك ممكن تظلم نفسك او تظلم العلف وبالتالي تظلم نفسك النقطة التانية درجة رطوبة وحرارة المناخ او الجو المحيط يعني ما انفعش تقيس دورة شتة او دورة ربيع بدورة خريف او دورة صيف لان الحرارة ورطوبة مؤسرين جدا في عملية التحويل احنا خدنا في الكلية ان علف زائد مياه سهم كده يديك لحم لكن معظم الناس ما بياخدوش بالهم ان فوق السهم محتاجين حاجة مهمة جدا الا وهي الاكسوجين يعني علف زائد ماء فوق السهم اكسوجين زيادة يديك تحويل زيادة وبالتالي دورة الصيف بيكون درجة الحرارة ورطوبة مرتفعة فكمية الاكسوجين المتاح داخل المتر المكعب داخل العنبر قليلة العكس في الشتة تلاحظ حضرتك في الشتة حتى الانسان احنا بنبقى قفلين على نفسنا الشقة وممنوع حد يفتح الباب او الشباك لان الجو بارد زي التلج ومع ذلك كلنا داخل الشقة كأسرة مرتاحين وبنتنفس عادي ومفيش مشكلة على العكس في الصيف ممكن تبقى واقف في البلكونة ومش قادر تاخد نفسك لكن الاكسوجين المتاح في الشتة او في درجة الحرارة الباردة بيكون اعلى فتلاقي دايما دورة الشتة الفراخ بتكبر اسرة تلاقي دورة الشتة الفراخ اليوم بيومين من الصيف فيه ناس بتقيس جودة العلف بمعدل السحب اليومي طب خد بالك لو الجو حار وفيه رطوبة بتلاقي سحب العلف اصلا ضعيف فهل معنى كده ان العلف وحش ولا المناخ المحيط هو اللي وحش رطوبة لو عالية او الحرارة لو عالية داخل العنبر تلاحظ ان سحب العلف بيقل لكن التحويل اليومي ممكن يكون كويس بناء على سحب العلف فناخد بالنا قوي من النقطة دي يبقى الثلاث نقط دول لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي قبل ما اقولك ازاي تميز ازا كان العلف اللي انت بتأكله للفراخ جيد ولا غير جيد ودلوقتي يفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في النص الاول من دورة عمر الفراخ بيكون الكاتكوت محتاج رطوبة عالية وحرارة عالية فبيكون الوضع في الصيف مفيش مشكلة اول 10-15 يوم تلاحظ ان الاوزان في الصيف اول 10-15 يوم الى حد ما طبيعية مفيهاش مشكلة كبيرة المشكلة بتبدأ من بعد عمر 15 يوم لانك بتكون خلاص محتاج بقى الحرارة تنزل والرطوبة تنزل لكن اللي بيحصل العكس هنا بقى علامة الاستفهام ازاي اميز العلف في الوضع ده تمييز العلف البادي مفيهاش مشكلة اول اسبوع 10 يوم لانك تقدر توزن الكاتكوت على عمر 7 ايام تحصل على 180 الى 200 جرام في المتوسط وبكده تقدر تقول العلف البادي كويس طب يا دكتور عايز اميز العلف النامي وعايز اميز العلف الناهي تمييز العلف النامي والعلف الناهي بيكون بالشكل ظاهري سهد يعني ظاهريا تقدر تقول الحباية مثلا كويسة ولا خشنة صلبة لان الحباية الصلبة بيكون درجة الطبخ زادت شوية عليها فبتنشف منك او التناسق بتاع الحب في حب نعم زيادة ولا فيه تناسق في حجم العلف المحبب داخل الشكار برضو كل ما يكون فيه تناسق بالشكل الظاهري كده سهل انك تمييزه لكن احيانا يكون تركيبة العلف من مركزات ونوع الضرة ونوع الصوية ومضادات السموم والحاجات دي اهم بكتير من الشكل الظاهري طيب حين بقى مربط الفرس تركة الحلقة ازاي اميز العلف النامي والعلف الناهي وهو ده الاهم لان ده الاستهلاكه بيكون اكتر والتمييز بيكون صعب الطريقة الصحيحة انك تمييز علف عن علف انك تدخل الاثنين في نفس العنبر ودي طريقتي انا نقدر نسميها طريقة الدكتور سامح عسل لتقييم العلف يعني عشان تمييز وتاخد قرار اذا كان علفك كويه او تقرنه بعلف تاني بتقسم العنبر بالطول بالطول مش بالعرض يعني عندك اربع خطوط مية واربع خطوط علف بتقسم العنبر بالطول بحجازة هنا خطين علف مع خطين مية نفس الكلام خطين علف مع خطين مية بالطريقة دي بتكون انت مسبت نوع الكاتكوت نوع الهوى شوف كمية نوع الهوى نفسه لانه بيفرق انشارة الرعاية اللي بتقدمها من خلال العمالة نفسها كل الظروف ثابتة كل شيء الا ان العنبر بالطول هنا علف سين وهنا علف صوت خلال خمس ست ايام اوزن خد متوسط يعني بس اوزن بطريقة صحيحة هتقدر تميز اذا كان العلف اللي انت بتستخدمه مقارنة بالعلف التاني ايهما افضل وبالطريقة دي انت كمربي تقدر تميز اذا كان العلف جيد ولا غير جيد بغض النظر عن الشكل الظاهري اللي ممكن ما يكونش تأثيره ضار قوي قد تركيبة العلف ما انا ممكن يبقى العلفة نعمة شوي بس تحولها عالي سمومها اقل وممكن علفة تانية عينيك شايفها حلوة قوي ورحتها حلوة بس بورتينها ضعيف الموضوع مش موضوع ريحة ومنظر التركيبة نفسها المركزات علشان تاخد قرار واتميز ايهما افضل علف سين ولا علف صاد لازم تقسم العنبر بالطول لو جيت قلتلي انا الدورة اللي فاتت العلف ده جاب نتيجة افضل من الدورة كلام ده كله فيه متغيرات كتير من اول نوع الكاتكوت والتهوية ونوع كمية الاكسجين المتاح في الهوى الامراض المتاحة في العنبر فيه متغيرات فما تقدرش تقول علف كويس افضل من علف الا بالطريقة بتاعة اخوك العبد لله طريقة انك تقسم العنبر بالطول حتى هيبن كمان غير الوزن معدل النافق او الحالة العامة والصحة والشكل العام النص اليمن افضل ولا النص الشمال بكده يا شباب تكون شغال صح بما يرضي الله وبتشوف مصلحتك مع اي علف ولكن في نقطة برضو خد بالك منها جودة العلف غير مستمرة لان احيانا المصانع بتكون هي كمان تحت ظروف السوق ممكن مفيش دورة في السوق فيضطر يجيب دورة عبان او جودة سيئة او سياسة المصنع تتغير فانت برضو ما تعبودش المنتج سين لو طلع كويس لا كل سنة او كل ستة شهور جرب تاني واعمل منافسة تاني لو انت عندك كذا عنبر وبتاع لازم تاخد عنبر كده كل فترة بالطول اشتغل علف سين على افساد وبالطريقة دي على فكرة تقدر تميز حاجات تانية زي انواع الادوية اللي انت ممكن تجربها او تستخدمها لكن ده مش موضوعنا او مش موضوع حلقتنا النهار قولي اللي عايز اقوله والخص الحلقة من خلاله ان العلف ماينفعش تحكم عليه كده بالشكل الظاهري ماينفعش تقول سحب العلف ضعيف يبقى العلف تحوله وحش لا موضوع السحب ده مرتبط بالمناخ والرطوبة والحرارة والظروف والبيئة المحيطة بالكتكوت وعلشان تاخد قرار وتميز اذا كان علف جيد ولا غير جيد اقسم عنبرك بالطول لو انت عندك كذا عنبر هيكون الموضوع اسهل بالنسبة لك خد عنبر واسمه بالطول هنا علف سين وهنا علف صاد في ظرف خمس ست ايام هتكون واخد قرار بناء على ارض الواقع بكده اكون لخصت او خلصت حلقة النهاردة يارب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته